السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم كلمات قرآنية من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وفيها تشابه الفاظ الأيمان اليمين الحلف الإلاء القسم واخد بالك الألفاظ دي عندنا وانت تشبه بعض خالص اليمين يعني يعني الحلفان الحلفان يعني يعني القسم بالقسم يعني الألفاظ شبه بعض إنما الحقيقة في القرآن القرآن بفهمنا بإسلوبه بقى لأن القرآن هو ميزان اللغة هو ميزان اللغة العربية الحقيقة لأنه هو الضابط للقرآن فالقرآن شاهد على اللغة مش اللغة شاهدة على القرآن يعني لابد أنه اللي بيدرس نحو أنه يصحح قواعد اللغة تبقى لما جاء في القرآن ده المعنى اللي لازم نفهمه المهم يعني في شواهد اللغة القرآنية عجيب جدا لما بيفرق ما بين هذه المصطلحات الأربعة المصطلح الإلاء ومصطلح الحلف ومصطلح القسم ومصطلح اليمين تب ناخد الإلاء الأول عشان نقدر نفهمه ونستوعب المعنى بتاعه الإلاء ده جاي من فعل هو آلة أو يعني آلة دوت يعني قطع عهدا على نفسه يعني آلة يعني لا يقصر أقول لك أنا آليت على نفسي أن أفعل كذا وكذا وكذا فالإلاء بتأتي بمعنين مختلفين الإلاء بمعنى التقصير والإلاء بمعنى الهمة والتحفظ والقطع العهد على النفس كانت العرب زمان لما كان الواحد يتخانئ مع امراته وعاوز يعقبها يحلف أنه ما يقرب منها فترة من الزمن يقول له والله ما هقرب منك شهر يلا والحقيقة أثقل شيء على المرأة أثقل شيء على المرأة إنها تحس إنها يعني مذهود فيها من قبل زوجها إذا كانت تحبه وتحترمه حتة المعاملة ببنزوجو الزوجة مش علاقة جنسية بس لا كلام ده كلام ده جانب بسيط خالص في الموضوع إنما الشعور بالاهتمام إن الزوج يحس الزوجته إنه أرفان منها إنه مش قادر يقرب منها إنه يعني يأنف إيه ده كلام ده فكان عقوبة قاسية جدا جدا بتستخدم هذه العقوبة في حالات نشوذ زوجة أو الخوف من النشوذ في حالات متقدمة العرب العرب كانت بتستخدمها عاطل على باطل وقالت خطأ تافي من الزوجة يروح حالة في الراجل بالإلاء ما يقرب من زوجته قد تصل العقوبة إلى سنة سنة محترم وأكتر من كده كمان سنة يسيب الزوجة كده لا هي متزوجة ولا هي مطلقة فشوف المهانة والمرارة ده أمر غير مقبول فجي الإسلام رح محدد المدة بقى قال الإلاء إن واحد يحلف على مراته إنه ما يقربش منها أو خلافه ما لكش أي توقيت غير أربع شهور بعديهم مراتك تتطلق منك أنت ما تستهلهاش ما تستهلش النعمة دي فالربنا أنقذ المرأة بأنه حدد الإلاء في سورة البقرة للذين يؤلون يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم شوف التشريع القرآن العظيم بعد الأربعة شهر دي ما لكش خاطر في خلاف بين العلماء هل لو الواحد حلف على مراته ما أقربش منه وعدت الأربعة شهر مراته تطلق تماتيك كده مرة رحلة ده رأي قاله الأحناف قالك فإن عزموا الطلاقة خلاص فإن الله سميع عليم إلا أن المالكية قالك لا هو يوقف أمام القاضي يعني بعد مرور الأربعة شهر بنجيب الراجل ها حترجع في كلامك وتعامل مراتك كويس وتبقى بينكم العلاقة الطيبة ولا حنطلقها منك فالزوج ساعتها يقرر أمام القاضي بقى الضغط السلطان بقى أو من ينوبه هنا بقى بنقول أن القرآن استخدم الإله هو بشكل واضح للذين يؤلون اسم الإله الإله بأخرة همزع السطر ها للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر بالله أن ربنا بيغريك أنك إنت ترجع في كلامك في الإله لأن ربنا ما بيحبش الإله الدليل إيه بقى أن ربنا ما بيحبش الإله إنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو رجعت في كلامك في الإله وبعد يومين تلات قلت لها خلاص وخدتها في حضنك وتبطبت عليها وانتهت القصة وبلاش مشاكل لو حصل أنك إنت يعني جيت راجل عاقل كده والموضوع انتهى وما عملتش فيها عنطر بن شداد بقى ودماغ تخن لو أنت رجعت في كلامك وخلتك حنون مع المرأة بما يتناسب مع طبيعتها ربنا يقولك أنا حكرمك زي ما أكرمته وحتعطف عليك زي ما تعطفت عليه وحرقف بيك زي ما انت رقفت به وحعملك بمعاملتك معاه فشوف قالها إزاي لأن ده عجيب القرآن للذين يقولون من نسائهم تربوسوا أربعة أشهر فإن فاؤوا يعني رجع في كلامه تاني فإن الله غفور الرحيم مبروك عليك المغفرة والرحمة شوف المعنى فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم إنما عملت بقى ستين راجل في بعض بقى ولا ستين عطريس في بعض زي ما بيقولوا يبقى في هذه الحالة حضرتك حتجد إنه ربنا وقفلك بالوحدة رقفلك على كل لفظ وكل كلمة وكل تصرف وحيقتص منك بنفسه فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله ساميع عليم شوف غير غفور رحيم يبقى القرار في إيدك المهم إنه الإله نفهمنا معناه ولذلك جاء بمعنى الامتناع اللي قوله أقولك ولا يقتل قوله الفضل منكم والساعة يعني ولا يمتنع قوله الفضل منكم والساعة أن ينفقوا إلى آخر أن يؤتوا للقرب فأدي معنى ولا يقتل يقتل يعني يقتل يعني إيه من الآلة يألو من الإله اللي احنا تكلمنا عنه تب كلمنا عن الإله تب ما تيجي نتكلم عن القسم إيه القسم القسم هو اليمين المؤكد وسمي قسم لأنه جاي من القسامة القسامة دي كان لو واحد اتقتل وعيلا اتهمت شخص مؤين بنعمل قسامة الأول بنجيب أولياء المقتول أولياء الأتيل ونحلف كل واحد أيمان محرجة أيمان مغلظة على أن فلان هو القاتل كل حلف يتحمله هذه المسؤولية عشان هنبدأ الخطوة الثانية بعدها بالحصول على حق هذا الولي ولي الدم فالمهم علشان تقسم اليمين على أشخاص فسمي قسم كأن حاجة تقسمت قسم هذه سبب التسمية قسم يبقى يمين مغلص ومحكم وشديد يبقى عرفنا الإلاء وعرفنا القسم فاضل عندنا إيه فاضل عندنا مثلا احنا قلنا اليمين اليمين يعني إيه إيه معنى كلمة يمين وسمي اليمين ييه اليمين هو الحلف معروف زي واحد حلف يمين يحلف بشيء معين اليمين سمي يمينا من اليد لأنه اللي حاصل ما بين الأيمان أنه بعض ما يحلفوا اتفقوا مع بعض حطوا إيدهم فيه بعض رحوا صفحين بعض فلما صفحوا بعض اتفقنا اتفقنا يروح مسلم على التاني كده ده بيمينه وده بيمينه فسمي يمينا من هذه المسألة تمام نيجي بقى للحلف الحلف دي معناها غريب شوي الحلف دي معناها السبات والاستقرار واحد ولذلك يقولك حصل تحالف بين اتنين الاتنين سبتوا مع بعض اجتمعوا مع بعض يقولك حلف الأطلنطي الناس اللي التحموا مع بعض واستقروا مع بعض كقوة واحدة حلف شوف ازاي فالحلف ازاي الشيء المستخر السابت المتجمع اللي هو فاليمين اللي الواحد فيه بيحلف على حاجة واحدة اني انا مش هتحول عنها ده باسمه ايه حالف ح لام فيه عرفنا الالاء معناها قطع الوعدة على الامتناع عن شيء وعرفنا معنى اليمين وهو بمعنى اليد فعلا اصله معنى القسم شديد معناه الاتفاق على فعل شيء وعرفنا معنى القسم وانه جاي من القسامة اصلها ولانه اليمين توزع على كذا واحد فسميه قسم هو اليمين المغلز احنا دلوقتي بنتكلم عن الحالف اللي همنا جدا موضوع الحالف ده اصلي خطير جدا الحالف ده يا راجل يا محترم واستاذة يا محترمة الحالف هنا استبت على حالة واحدة حد يقدر يثبت على حالة واحدة قولولي بقى نفكر كده شوي في حاجة دايمة في الدنيا في صحة دايمة في مال دايم في محبة دايمة في كرهية دايمة في أسرة دايمة أبوك دايم أمك دايمة أهلك دايمين فيش حاجة دايمة خالص الليل مهما طال لابد من طروع الفجر والعمر مهما طال لابد من دخول القبر كل شيء هالك كل شيء بيتغير كل شيء بيتحول لذلك الحالف دا باللحظ فيه أنه صفة كذب أنه كذاب أو البعيد أنه واحد بيحرف والله والله ما ندخلك بيت بص 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 أو بيحرف ما أنت تضمن منين ما هو يمكن تستلحه بكرة وتلاقي نفسك داخل البيت فبطبيعة الكلام كده شكله حيحنس حيحنس بيقول كلام ما هواش أده والله طب والله 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 ما نمكلم فلانا والله لني عامل كذا وكله يطلع في الهجايس بعد كده يبقى إذن لوحظ أن كلمة الحالف دي يعني كلها لم تأتي في القرآن واسمع مني المعلومة دي لم تأتي كلمة الحالف في القرآن إلا كذبا إلا بالكذب إلا هو بيتخلف على حاجة مش هتحصل ومش هتحقق أو اللي بيقولها مش قد كلمته أو اللي بيقولها بيرجح في كلامه أو ما بتطلعش إلا من واحد منافق أو كافر مار وليحلفونا إن أراضنا إلا الحسن كدبين ويعني ويحلب بالله وليحلفونا إن أراضنا إلا إحسانا وتوفيقا ولا يحلفونا يعني لو خرجتم لنكوننا يعني كل أحلاف أي واحد بيحلف أي لفظ فيه حالف في القرآن أعرف أنه اللي بيحلف ده ما بيقولش الصدق في القرآن بيعبر عن اليمين الكذاب بكلمة يحلفون حالفوا حالفا يا رجل ده بلغ من شدة الكذب بتاحهم إنه يوقف يوم القيامة يحاول يكذب على ربنا سبحانه وتعالى والله زي ما بقولك بيحاول يكذب على ربنا في آخر سورة المجادلة شوف يا أخي الواحد فينا بيخاف يوقف قدام قضي يكذب ولا يطلع في إعلام يكذب ولا يقعد قدام ابنه يكذب ده ما بيوقف قدام ربنا يحلف لربنا جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله ولئك حذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هو الخاسر ربنا نجينا ونجيكم ويعفينا ويعفيكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتمعون أحسنة في النهاية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت عشان تتحمل نتيجة الكلام اللي بتقوله يعني اترك الحالف بغير الله تبارك وتعالى وإياك إياك أن تعظم غير الله في أيمانك فهمنا الفارق ما بين الإلاء والحالف واليمين والقسم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحفظ أيماننا وأن نحفظ ما نقوله بألسنتنا وأن نحاسب أنفسنا في الدنيا قبل أن نحاسب بين يدي الله يوم القيامة استر علينا يا أرحم الرحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الحافظين لحدودهم وحدود ربهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر